السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيناك كراما أهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن نادي الأالية هنتكلم فيها عن باقي الأندية المصرية هنرد فيها ضد الأكذيب والشاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة نبدا بها فيديوهاتنا الصلاة الحبيب فاللهم صلى الله وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفاعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع إغلاق باب القيد الشتوي لإنتقالات الشتوية للمسم 23-24 عايز أتكلم أكتر حاجة بتضيئك وتعصبك من جمهور النادي المنافس هي الشيزوفرينيا والتناقض عقلية مشجع غريبة جدا لما طلع المتحدث الرسمي بتاعهم يتكلم عن سن أنتوني مودست وإن قد إيه أنتوني مودست ده لعيب عجوز أنتوني مودست اللي هو عنده 35 سنة في الوقت اللي المتحدث الرسمي ما كانش يعرف جنسية مودست أصلا المتحدث الرسمي اللي ما كانش يعرف إن فرنسا ليست دولة أفريقية ووصف أنتوني مودست إنه لاعب أفريقي والمشجع والمشجعين دول وصف المتحدث الرسمي بتاعهم إن هو قد إيه واد مشط شط واد حراء واد قاصف جبهات في الوقت اللي جمهور هذا النادي بيزعل وبيطعمص من تحفيل جمهور النادي الأهلي على صفقة عبدالله السعيد وإن قد إيه نادي الزمالك جاب صفقة للاعب عنده 39 سنة وإن اللاعب ده فضل النادي الأهلي في سنة 2011 ورفض الزمالك وإن اللاعب ده فضل النادي الأهلي بعد ما تصور مع نادي الزمالك السورية إياها أم 40 مليون وقرر إنه يرجع في كلامه ويجدد عقده مع النادي الأهلي جمهور النادي ده اللي بيسأل ويتساءل النادي الأهلي بيجي فلوس صفقاته منين في الوقت اللي الأهلي عنده رعاية عنده بطولات بيكسب منها ملايين الدولارات في الوقت اللي خرج علينا جمهور نادي الزمالك يسأل ويتساءل هي فلوس الأهلي دي ما سايب ولا إيه؟ جايبينها منين يا أهلوية؟ على النقيد نادي الزمالك اللي مديون لتوب الأرض اللي مديون للاعبين ومدربين صادقين اللي مديون للدولة ومؤسسات الدولة باعتراف مسؤول الزمالك السابقين الموضوع وصل لأكتر من مليار جنيه نادي الزمالك بيعمل عشر صفقات عشان جمهور الزمالك يطلع يقول الله يا لبيب وعليك يا لبيب محد يسأل وجمهور الزمالك الفلوس نزلت علي منين؟ ومن أين لك هذا يا زمالك؟ عايز أقول السور اللي هو الرهالك دلوقتي لن تراها في أي مكان داخل النادي الأهلي النادي الأهلي والله لو جابوا ميسي لو جبنا ميسي وجبنا رونالدو ومش هتلاقي اللي بيحصل مع صفقة عبدالله السعيد بيحصل في النادي الأهلي نادي الزمالك احتفاءا بالتعاقد مع لاعب عنده 39 سنة احتفاءا مع لاعب باع الزمالك مرة واثنين وثلاثة وفضل الأهلي والمال والشهرة والمجد عن نادي الزمالك هوريكوا احتفاء واحتفاء أعضاء مجلس إدارة الزمالك بالكامل مع عبدالله السعيد بصوا يا جماعة كده بصوا يا حجة ده بسكوت يا جماعة ده بسكوت قادي نايرة الأحمر مع أحد أعضاء مجلس الإدارة الشباب مع عبدالله السعيد بتشيرت نادي الزمالك اضحك السورة تطلح حلوة قادي حسين لبيب رئيس النادي مع عبدالله مع أحد المسؤولين مع وكيل أعمال عبدالله قادي سورة ثالثة برضو أحمد سليمان مع عبدالله السعيد ده كان فرح ده كان فرح فرح العمدة يا باشا فرح العمدة يا بيه هل عزيزي المشاهد سؤال لحضرتك هل ممكن تشوف الكلام ده في النادي الأهلي والله لو الأهلي جاب ميسي والله لو الأهلي جاب رونالدو عمرك ما هتشوف مجلس إدارة النادي الأهلي بيتعافت إنه يتصور مع لعب مش لعب مش عطة بكورة لا مش لعب بعني بدل مرة اتنين وعشرة ده النهار ده مجلس إدارة الزمالك بيوصل رسالة للكل اللي هيبيعنا مرة اللي هيبيعنا اتنين اللي هيبيعنا تري اللي هيبيعنا في أي وقت يا مرحب ويا أهلا ويا ساهلا بيه ده احنا بس مش هنعمل كده ده احنا هنعمل فرح وهنجيبه عندنا المكتب ونتصور كلنا معاه ده الفارق واللي هيفضل موجود ما بين الأهلي وما بين أي نادي تاني موجود في مصر جمهور الزمالك بعد إنهاء صفقة سيف فاروق جعفر افتكر إن أنا قلتلك في يوم من الأيام كهرباء وبكرره تاني بكرره تاني كهرباء بعد ما قال اف اح كهرباء حطه صح لو كهرباء عمل الموضوع ده في كل مطر ورجع بعد كده قال للزمالك أنا عايز ألعب معاكم وارجع ألعب لنادي الزمالك هيتم السماح ونسيان الإساءات والتجاوزات اللي عملها كهرباء أبصم بالعشرة لو كهرباء في كل مطش مع نادي الزمالك قال الهتاف ده ورجع بعد سنتين ولا بعد سنة رجع لنادي الزمالك الزمالك هيرحب به الزمالك هيجيب رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي عشان يلتقطوا الصور التسكيرية مع محمود عبد المنعم كهرباء كذلك الأمر إمام عشور إمام عشور لو عمل الللي مع الزمالك ومع جمهور الزمالك وأساءة وتجاوز وأهان المسئولين أو الإدارة أو 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 بعد سنة بعد اتنين لو قال لهم أنا عايز أرجع هيرحبوا به وهيوجده أي مبرر عشان يقنعه الجمهور أن الولد كان مظلوم وأنه كان بيعمل كل ده من وراء قلبه سيف فاروق جعفر اللي باع الزمالك بالرخيص ما بعش الزمالك عشان خاطر مثلاً مئة مليون خمسين مليون أربعين مليون لا باعوا بالرخيص وبعد ثلاث أربع شهور الزمالك راح رجع سيف فاروق جعفر جمهور الزمالك وسوشيال ميديا الزمالك عايزين يوجده أي مبرر عشان يقنعه نفسهم أن الولد كان مظلوم وأن العمل كده وتسبب في كده هي قصوة مرتضة منصور قال لك مرتضة المفتاري هو السبب في رحيله هو اللي خلاه يمشي يا بيه لما شاتن أنا متأكد مليار في المية أن كهربا لو حاب يرجع بكرة الزمالك هيطلع جمهور الزمالك يقول أن كهربا تظلم أن كهربا مرتضة ظلمه والخناقات اللي كانت بينه وبين كهربا كانت السبب في رحيل كهربا كهربا ابننا كهربا ما عملش حاجة وإيه يعني لما يقول لنا اف اح كهربا حطه صح ما هو حط الجن صح يا بيه وأنتو لازم نيادكو تبقاش سليمة كده الولد كان فرحان بالجون وكان بيقول أن الهاء دي تعود على الهدف الذي أحرزه في مرمى نادي الزمالك من وراء قلبه والله كان من وراء قلبه يا جماعة لأن كهربا ابن بار بنادي الزمالك وبالقلعة البيضاء عايز أقول للمتحدث الرسمي يا جماعة والله العظيم ثلاثة فيه فرق ما بين متحدث رسمي لنادي وواحد واقف على النصية تاني تاني فيه فرق ما بين أنك تبقى لسان نادي كبير نادي محترم له اسمه وكمته ومكانته وفرق أن أنت واحد واقف على العربية ميكروباز تنادي انباب العتبة شتان الفارق شتان الفارق ما بين متحدث رسمي له اسمه له وضعه له كله كله كل كلمة بتطلع من لسانه ليه هوازن وما بين واحد شغال بكد النساء شتان الفارق متحدث الرسمي لأحد الأندية نزل صورة لاتنين لعيبة أهلوية رايحين ندي قالك بنعرف ناخد حقنا ولسه حق ايه يا بوحق حق ايه يا بوحق انت تعرف يعني ايه تاخد حق تعرف تاخد حق دي يعني لما الأهل ياخد نن وعين وكبد وفشة وكلية فرقتك وقلب فرقتك لما الأهل يعمل فيك كده ويعلم عليك بدل المرة اثنين وعشرة تطلع ذكر وتروح تاخد نفس اللعيبة دي من النادي الأهلي لكن واخد لي لعيبة كسر الأهلي مشاهم وبعهم من سنين السنين والأهلي مشامش نفسوا لما اللعبة دي مشيت تيجي النهاردة بعد ما تلبم شوية الكسر بتوعنا اللي احنا رميناهم وتلمهم تيجي تقول لي النهاردة احنا بنعرف ناخد حقنا انت عامل زي بالزبط اللي فرش بيته من بورسلين ورخام أجود الأنواع وأغلى الأنواع وما بين واحد تاني قاعد يجمع شوية الكسر اللي جايين من السيراميك أو البورسلين وبدأ يلزقهم مع بعض ويقولك أنا بنيت وعملت فرق شاسع ما بين جودة وكوالة اللعيبة اللي الأهلي علم على فرقتك وعلم على ناديك وخدهم وما بين شوية اللعيبة الكسر اللي انت طالع تكيد وتلقح على النادي الأهلي عايز أقول نادي الأهلي بيعلن رسميا بعد أو قبل إغلاق باب القيد بنص ساعة تقريبا بيعلن في بيان رسمي قيد ست لاعبين من الشباب في قائمته الإفريقية حازم جمال حارس مربا إسلام عبدالله إبراهيم عبد الحكيم يوسف ساد عبد الحفيز مصطفى أبو الخير محمد عبدالله بالإضافة لقيد وسامة أبو علي في القائمة الإفريقية كده النادي الأهلي أغلق تماما قائمته الإفريقية بأربعين لاعب النادي الأهلي كان عنده 33 لاعب في القائمة كان محتاج سبع لعيبة حطه وسامة أبو علي كده 34 بالإضافة للستة الشباب يبقى كده أربعين لاعب الأهلي كده هيكمل الموسم في القائمة الإفريقية باللاعبين حراس المرمى مصطفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف وحازم جمال دول الأربع لا هيكمله مفيش بسام مفيش علي لطفي بعد ما فشل كل المحاولات في اللحظات الأخيرة من أجل ضم محمد بسام لصفوف النادي الأهلي مغامرة أنا شايفها مغامرة ومقامرة ومغامرة كبيرة جدا ومجازفة كبيرة أنك تكمل الموسم بالشكل ده ولكن ما باليد حيلة كلنا في ظهر النادي الأهلي كلنا داعمين لحراس مرمى النادي الأهلي كلنا في ظهر مصطفى شبير نتمنى له التوفيق حمز علاء مصطفى مخلوف حازم جمال الرباعي اللي هيكمل معانا الموسم وما تنساش حاجة مهمة جدا إن كمان ثلاث شهور هيرجع لك الشناوي الشناوي إحنا ما فقدناش الأمل فيه للنهاية الشناوي بعد ثلاث شهور يقدر يرجع لحراسة مرمى النادي الأهلي وأكيد هيكون في الأدوار النهائية من بطول الدوري أبطال أفريقية ناحية الثانية نادي الزمالك خلاص أغلق القايمة الأفريقية بتاعته بالرغم إن الزمالك ضم عبدالله السعيد لكنه إكس مش هيشارك في أفريقيا لأنه كان بلعب في دور الأبطال مع بيراميدز الزمالك اللعيبة اللي هتشارك معه مصر ماهر برضو نفس الحكاية إكس لأنه كان بيشارك فيه الكونفيدرالية مع مودرن فيوتشر اللعيبة اللي تم ضمها لقايمة الزمالك للكونفيدرالية ياسر حمد اللاعب الفلسطيني محمد شحاتة زياد كمال محمد عاطف مهاب ياسر ومتشيابة اللاعب الأغندي بالإضافة لأحمد حمدي حسين لبيب في بيان ليه تحت شعار وسلوجن الزمالك أولا قالك أنا بشكر لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموه من أجل دعم الزمالك مع منع ذكر أسماءهم بناء على رغبتهم يعني إيه لجنة التمويل معلش يعني ما إحنا من حقنا نعرف لجنة التمويل دي مين وهل لجنة التمويل دي أموالها من مصدر مشروع ولا مصدر غير مشروع هل الفلوس اللي تم دفعها دي جات مننا حتة وهل الناس اللي دفعت الفلوس دي عبارة عن منحة هتترد بعد كده أو هيبة اللي نادي الزمالك مش هتترد منحة ترد ولا لا ترد عايزين نعرف الفلوس اللي تدفعت دي مصدرها إيه عايزين نعرف الفلوس اللي تدفعت دي هترجع لهم تاني ومن حقهم يجوا بعد سنة سنتين يقولوا احنا عايزين فلوسنا ولا هيبقى خلاص اللي فات ننسى وننسى كل أسان عايز أقول إن النادي الأهلي مع إغلاق باب القيد الإفريقي والقيد المحلي بيخسر صفقتين مهمين جدا الصفقة الأولى من وجهة نظري هي مصطفى أشرف مصطفى أشرف لعيب كان يقدر يزود نص الملعب عندك لعيب النادي الأهلي كان قطع شوت كبير جدا في إقناعه وإقناع والده وتم الاتفاق على كل شيء ولكن إن النادي الأهلي سياب اللاعب ده اللي لعب في منتخبات ألمانيا موليد 2004 واللي لعب منتخب مصر منتخب مصر شباب ومنتخب مصر أوليمبي عشان خاطر 200 ألف دولار لا ما انت يا ما دفعت ملايين الدولارات في صفقات فشلة جات على 200 ألف دولار بتاعت مصطفى أشرف ما كنت دفعتهم وخلاص مدير الفن بتاعك إداك الأوكي وقال لك أنا عايزه ليه ما كملتش معاه ليه أسيب فرصة لنادي الزمالك إنه يضم ملاعب بالحجم ده أو بالقدرات ده الصفقة التانية محمد كونتيه نفس الفيلم نفس الفيلم ناس اللي بتتفاوض عشان خاطر بنص جنيه ملح بين بوز الطبخة محمد كونتيه اللي الراجل كان طلبه واللي عن طريق مساعدة مونتيري ومحمد كولر ومحمد ديمتري سايلوك وكيل اللاعب البوركيني برضو المفاوضات وقفت في النص لصالح مين إفساد صفقتين مهمين جداً للنادي الأهلي محمد كونتيه كان هيجي مع نهاية الموسم للنادي الأهلي بديلاً لأنتونيو مودست اللي عقده بيخلص مع النادي الأهلي خلصت أخبارنا ما خلصتش حكايتنا استنى كل غراءكم ويت علاجاتكم أكيد شكراً لكم سلامة